موجز الأخبار من المحور أهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي شعبة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أسيسي تقدم أيضا بالتهنئة لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوما التقدم والازدهار ومتطلعا لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات قاراتنا الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء نفت رئاسة مجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمرة مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعية وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع أو صاحبه أو ما هي تإنتاجه مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها مسؤول الوزراء المختلفة والجهات الرقابية وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها أكد وزير التنمية المحلية لواء هشام أمنا حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها مواجها بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولى خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحية جاء ذلك خلال جولته التفاقدية مع محافظ قناة الواء أشرف الدوودي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز خوصة ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء في تشغيل الخدمات وبدء العمل واستقبال المواطنين خاصة في خدمات الشهر العقري والأحوال المدنية كما وجه بسرعة تنظيم دورات تدريبية للعملين في مجمعات الخدمات الحكومية أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء مليون وستمائة وثلاثة الف وتسعمائة وتسع عشر عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في تدخلات الجراحية الحالية التي تشملها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وأضاف بيان الوزارة أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل أي أعباء مدية حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العجلة والحارجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن يستضيف فريق النادي الأهلي في السادسة مساء اليوم باستاذ الأهلي والسلام نظيره فريق القطن الكاميروني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على القطن الكاميروني من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحديثة عشر في تاريخه اشتركوا في القناة